السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الصلع الحبيب شمس لا تغيب الصلع الحبيب شفاء بلا طبيب فسمعونا الصلع الحبيب اللهم سلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله ايه رأيكم النهاردة هنعمل فكرة حلوة او بالجلاش هنعمل الجلاش الحلو بطريقة جديدة ومختلفة وكمان طعمها حلوة وسريعة جدا انسي بقى الطريقة التقليدية اللي احنا بقى ايه نمسك ورقة ورقة وندهينها ونعمل بقى الشربات بتاعها النهاردة ولا شربات ولا دي تهيني ورقة ولا اي حاجة من الحاجات دي خالص طريقة جديدة وتعمها حلوة اوي بسم الله الرحمن الرحيم انا معايا لفت الجلاش والجلاش ده انا جبابán عندي بتاع الفططري بيبقى الجلاش بتاقوا حلو كده وبيبقى طازة غير بقى الجلاش اللي هو بيبقى في الصور ماركت يبقى مجمد والحاجات دي لا انا الصراحة بفضل اللي هو بتاع اللي هو عند الفططري بتبقى احلى بكتير فكت كده لفت الجلاش ولفت الجلاج دي بتبقى نص كيلو فكتها كده قدامي وطبعا جايبها الصينية ودهناها كويس قوي بالسمنة من القاعة بقى والجوانب لازم تديني الصينية بتاحتك حلو قوي امسك بقى الوقتي ورقة ورقة كده واروح لماها ومكرمشاها اي كرمشا اي حاجة وحطيها سهلة سهلة ان شاء الله لا ده انت ورقة ورقة ولا اي حاجة من الحاجات دي خالص امسك الورقة كده ورقة ورقة وتحلمها ومكرمشاها بالشكل ده وحطيها طب اي رأيكم على قد كرمشتها بس الشكل بتاحت حاسة زي الوردية والله شكلها حلو جدا بص لماها كده وكرمشيها وحطيها جنب اخواتها عملت كل الصينية بالشكل ده ودي اخر ورقة هي حطتها وكرمشتها وحطتها جمعاهم طبعا الصينية من تحت مدهونة سمنة ما تخفيش تحت برضو هيحمر ويبقى حالو هندهن بقى الوش تحت كده فيه سمنة هندهن الوش كباية سمنة سايحة كده بس ما تسخناش كباية سمنة سايحة بس وشبعيها كده من السمنة بتاعتها يعني خليك كده ايه كريمة كده وحنا بنسقي ايه الجلاش يمسيكي بقى كده واسقيها بالفرشة كده على السمنة على الجلاش هسقيها كلها كده بالشكل ده كده هي كده خدت معايا كباية طبعا وانا شغال الفرن سخن جدا يازمى يمونتي قبل ما تشتغل في السنية دي عشان ما بتاخدش وقت يكون اول حاجة مشغالها الفرن الوقت عند الفرن سخن جدا وحطها على الرف الوسطون وهدخل هارفورد تعالوا بقى الوقت نحضر هنعمل لها ايه بشان نعمل عسل احنا هنعمل حاجة جديدة خالص ونشوف احنا هنسقيها بايه معايا كده كبايتين من اللبن او كبايتين من الحليب كامل الدسم او اي لبن بتفضلي حتى اللبن مبسطر حلو جدا برضو بس انا هنا نستعمل لبن الكامل الدسم حطيت كبايتين لبن وحطيت عليهم سبع معالق من السكر ودقيها بالوقت كده هرتقلبهم وحطوهم على النار هيسخنوا بس هيسخنوا جامد مش هيغلوا هيسخن كده دوبت السكر مع اللبن وصخنوا جدا معايا بقى باكو من الكريم كراميل هو باكو حلوة او كفاية وحط وانزل بيه كده على اللبن طبعا عندي اللبن سخن جدا بش مغلي بس هو سخن واقلب بقى كده الكريم كراميل مع اللبن مع السكر ودقي حابة زود السكر حابة تقليلي السكر براح تكنت وحسب زوقك وحسب انت بتحبيه زيادة ولا زيادة سكر او ناقص سكر براحتك قال لي بتقوم كويس جدا واركنهم بقى على جنبي كده لحد ما يبردوا لحد ما لقيل جلاش معايا يطلع هو ده كوام اللي انا عايزيه بيبقى سايل كده خفيف اسابها بقى على جنب لما تبرد خلص يبقى انا كده حضرت السرب بتاعها او حضرت ايه اللي انا هسقيه بين معايا السنية خرجت من الفرن اهي خدت نص ساعة بالزبط في الفرن ما شغلتش الشوايا خالص انا حطيتها في الراف الوسطان والفرن عندي كان صخت فماشاء الله احمرت من تحت ومن فوق اديك شايفة الشكل دهبي وجميلة جدا حلوة قوي لوقتي بقى كده عندي الكريم كراميل اللي كنت ركنه برد والسنية خلاص طلعت معايا وهي ملهلبة كده والكريم كراميل اللي بتاعها بارد يبقى الجلاش صخت والكريم كراميل اللي بارد وسقيهم كده مع بعض طعمي بقى عايز اقولك انسي خالص بقى السيرب والتديني ورقة ورقة والكلام ده خالص الطعم بتاح بجد حكاية انا عملتها هنا كلهم بجد عجبتهم قوي حاجة كده تحسيها فيها حاجة فخمة كده يعني حاجة غريبة حاجة حلوة طعمها مختلف وجديدة حلوة جدا قلي بعد ما ساعتها ممكن تغطيها خمس دقايق قبل ما تشرب كل كريم الكراميل ده وبعد كده هنطلحها ونشوف شكلها مع بعض هسيبها بقى كده خمس دقايق بالضبط وبعد ما غطتها بصي شربت الكراميل لكل عارفة الكيس بقى اللي هو الكراميل اللي بيجي معها ده طبعا بش هنرميه انا ورحت ايه حطاها على الوش كده بيبقى شكلها حلو وكمان بيدي طعم حلو كده مع القطعة الجلاشة وإحنا بنكلها سينية سهلة ما خدتش وقت طعم جديد ومختلف وبجد حلو قوي لازم تجربوها ان شاء الله بصي ولما تجي تطلعي هتلاقي كل ورقة يعني كل ورقة تطلع الوحدية مش لازقين في بعض ولا حاجة تلاقيها سهل وخالص وانت بتطلعي بصي الشكل أصلا تحسيها عاملة زل ورداي يعني قدي شكلها ده بصي ورداي يعني هما كانوا يقولوا انت يعني عاملالها اززاي ولا لفها اززاي هما حتى بقوا مستغربين بصي ورح رش عليك كده الكريم كراميلي من على الوش بجد حاجة فخمة وحاجة جميلة قوي وطعمها حلو قوي بجد ان شاء الله تجربوها وتعجبكو جدا وطعمها بدي شوية لامو علي سريعة وسهلة وحلو قوي ايه رأيكم بقى في الفيديو بتاع النهاردة يلا مع السلامة واشوفكم في فيديو جديد